أنا قلت اجيب ليس يقعد معنا بقى عشانا إلا مش قعد مع المجنون دل واحد حالي القادة بتادت ايه تفرج فجبتلكم بقى المجنون التالث بتاع والازم عشان تكمل دي بيزة خالص بقى هنا بص يا جليس مبارك إيه عملت إنت حاجة كتو طبعا محمود عبد المقنو ما إقدرش عليها ايه هي؟ اعملت حاجة محمود عبوني مقدش حاجة باش اهلها لك شنته مش تعرف لان انا الوحيد اللي عارف تمام؟ دراح امريكا 23 مرة واللي جاية 24 باذن الله يعني طيارة مفعش 12 ساعة انت عندك قاعدنا طبعاً فوبيا عنده فوبيا طيارات او الله عزيزي لا مستحيل ده انا بموت في الطيارات ده انا ما بتقهاش ولا فهمها ده انا بموت حديدة طيارة على اساس ايه؟ لا لا على اساس ايه الحديدة الطيارة؟ على اساس كل حاجة ايه هي الاساس؟ يعني ما فيش اساس اصلاً دي طرح لا يا هيا اتعرف بقى الاساس لما احكينا 23 رحلة لامريكا كان بيعمل ايه؟ ده في يوم واحدة انا دخلت امريكا 12 ساعة ورجعت صد رد اه يعني عملت الحفلة ورجعت ايه؟ دخلت كان عندي تكريم في لوس انجلوس ورجعت دخلت اتكرمت كأحسن مطرب مصري غنى لجالية العربية ورجعت بس؟ يعني ما كانش حتى شغل تكريم اولا نيمت حتى يعني انا دخلت داكبت الطيارة من مصر لنيورك ومن نيورك للوس انجلوس مثلاً خدت وقت 12 ساعة وتسعة ساعات دايركت ما اه وحفلتك بقى عملت كم حفلة؟ نا كتير ده انا دخلت في حاجة وثمانين حفلة حفلتك بره بتحس فاري كبير على حفلات مصر؟ اقولك على حاجة انا بشوف في عينين الناس مثلاً المصريين اللي موجودين هناك او المقيمين هناك ايه؟ اللي هو عارف ما صدق لقى حاجة من ريحة بلده بتحيس ده في المصريين ايه دا انا في ناس ما بتسبنيش مثلاً غير يعني انا مثلاً عندي عندي النهاردة مثلاً عندي حفلة مثلاً في فرجينيا مثلاً في واشنطن انا بقعد مثلا ايه؟ الاربع بشتغل الخميس وهمش الجمعة يعني انا مثلاً اعرفت واحد ثلاث ايام انا هو بيوصلني المطار على شرائح والله تانية كان بعيط حاسسك ان هو عشرة عمر؟ بتشوف في عيون الناس اللي هم ما بيقدروش ييجوا من بره المصري هنا كتير ان هم البلد دي وحشاهم بكل صفاتها بكل ناسها بكل تعملاتها بكل تعملاتها بكل تعملاتها يعني مش حاجة قريبة مثلاً دي كل ست شور تشوف أهلها بيعود ونجي يقولك انا منزلتش بقالي تسع سنين رقم طبعاً انا ركبت جنب واحد الطيارة بيحلفلي بالله انه هو راجل كبير طبعاً في السن بيحلفلي بالله انه بقاله واحد وثلاثين سنة منزلش مصر يا انا عربي عمره مثلاً فوق السبعين اه يا خلاص دي عمره روح كله هناك يعني ما عادش هنا خلاص موضوع الطيارة يا مغني دي بتخاف منها حصل حاجة يعني انا مش فاهم النظرية اصلاً من البداية اصلاً مش فاهم يعني ايه طيارة بتطير اول دي العظيم وبعدين فيه قلق يحس بقلق جداً يعني وبعدين المسافات الطويلة دي كلها انا مقدرش يا صحابي في كندا مثلاً بيتحايلوا علي ويجيبوا لي بقى الاستيكات والريب اي والتيبو وبتاع الحت اللحمة بتاع التوانجيري دي وبتاع ايه يبني وبتاع ويعملوا بقى كام في الصحة وبتاع مش قادر مش هينفع على سفر ده كله يعني احنا لبنان مثلاً ساعة وكائن وايه في الشر ايه انت الطيارات الصغار دي معنك سبشت لا خلاص خلصت انا لسه فطرت ايه اقو سنة ايه ليه زاد انا وامير كنا بنسافة مثلاً كل ثلاث ساعات لبنان اه اصلاً لبنان سهلة طيب يعني لكن انت بتقول ان انت ملكش في المسافات زي انا مليش في المرتفعات يعني انا اي مرتفعة خاف منه اوه كل واحد بيبع عنده وفوبيا معاه انا كده ما بيحباش